السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله موضوعنا النهاردة هيكون هو يعني ازاي تقدر تمنع اليوزر سواء اليوزر بتاع الـ xp او اليوزر بتاع الـ windows 7 عن طريق الـ local group policy او الـ domain policy ان انت تبدأ تعمل عملية restrict او تبدأ تعمل عملية حزر لتشغيل مجموعة من السوفتوير الحقيقة ان احنا فيه عندنا طريقتين هم اللي احنا بنبدأ نستخدم الطريقة الاولانية دي بيتم تطبيقها عن طريق الـ group policy واسمها الـ software restriction policy والحقيقة ان الطريقة دي بتكون فعالة جدا مع الـ client اللي بيكون عندهم ويندوز اكس بي او ويندوز 7 الطريقة التانية اسمها الـ app locker والـ app locker الحقيقة بتطبق برضو عن طريق الـ group policy ولكن لن يتم تطبيقها الا اذا كان الـ client هو عبارة عن ويندوز 7 enterprise او ultimate يعني ما ينفعش اي اصدار اخر من الـ ويندوز 7 تطبق عليه هذه البوليسي طيب تعالوا نتكلم او نشوف الاول الطريقة الاولانية اللي هي software restriction policy اللي بتطبق على الـ 7 وعلى الـ xp بتطبق ازاي لو جبنا المكنة بتاعتنا اللي هي الـ ويندوز 7 وبدأنا نفتح كده الـ start وقمنا جايبين الـ run وكتبنا فيها الـ group policy editor وقمنا الـ ok وفتحنا الـ snap pin بتاع الـ group policy فبنبدأ نلاقي الـ computer configuration والـ user configuration وهنا لازم نكون عارفين ان البوليسي دي بتطبق على الـ computer regardless the user يعني بغض النظر عن الـ user بتاعك انت بتبدأ تطبق البوليسي دي على الـ computer نفسه مش على الـ user وبالتالي دي احد نقاط الضعف او المشاكل اللي بتوجهنا لما بنيجي نطبق البوليسي دي ان هي بتطبق على الـ computers ومش على الـ user على عكس الـ app locker زي ما هنشوف بعدين ان احنا بنقدأ نطبقها او بنقدر نطبقها على كل يوزر على حدة بغض النظر عن الـ computer فبمننا قلنا على الـ computer فلو فتحنا الـ computer configuration كده عند الـ windows setting هنبدأ نلاقي حاجة اسمها security setting جوة security setting بقى في عندنا حاجة اسمها software restriction policy لو جينا كده فتحنا software restriction policy هنلاقيها فضيح نفهاش اي حاجة ليه؟ لان الحقيقة الـ policy دي غير مفعلة طب ازاي احنا نبدأ نفعلها او ازاي نقدر نشغلها لو عملنا كده right click وقمنا قلن له new software restriction policy هيبدأ يشغلنا الـ new software restriction policy وفيه برضو حاجة تانية مهمة لازم نعرفها ان الـ default بتاع الـ software restriction policy ان هي بتقلاو او بتسمح بتشغيل كل البرامج وكل الـ application اللي موجودة في اي مكان على الـ computer تمام؟ ده الـ default بتاعها على عكس برضو ان الـ app looker اللي هنتكلم فيه ان شاء الله كمان شوية ده مش بيسمح في الـ default بتاعه بتشغيل اي حاجة يعني اول ما بتشغل انت الـ app looker كل حاجة هتبدأ تتوقف عن العمل طيب اول حاجة بنبدأ نعملها هنبص كده نلاقي عندنا حاجة اسمها الـ enforcement والـ designated file type والـ trusted publisher اول حاجة موجودة عندنا هي الفولدر بتاع الـ security level الـ security level الحقيقة هو المكان اللي انا بختار منه الـ default بتاعي ففيه عندي حاجة اسمها الـ disallowed والـ basic user والـ unrestricted وزي ما اتكلمنا كده قلنا من شوية ان الـ local policy او الـ software restriction policy الـ default بتاعها لما بتبدأ انت تفعلها او تشغلها ان هي بتسمح بتشغيل كل حاجة يعني بتكون unrestricted الحقيقة دول التلاتة security level اللي موجودين عندنا واللي انت بتبدأ تختار منهم الـ default بتاعتك فلو احنا فتحنا الـ unrestricted اللي هي الـ policy اللي بتسمح بتشغيل كل البرامج هنلاقي ان هي عبارة عن الـ policy اللي تم اختيارها علشان تبقى default security level وعلشان كده الـ default بتاع الـ software restriction policy هو ان هي بتبدأ تشغل كل البرامج الا اذا انت بدأت تحط مجموعة من الـ options الاخرى طيب لو انت اخترت disallowed لو خليت الـ default يعني عملت كده هيقولك خلي بالك باختيارك الاختيار ده فانت خليت الوضع الافتراضي هو ان انت بيتمنع كل البرامج اللي موجودة على الكمبيوتر بتاعك من ان هي تبدأ تشتغل وعلشان كده بيقولك في بعض البرامج ممكن تتوقف عن العمل فلو احنا قمنا قايلين yes قمنا قايلين ok يبقى انا خليت الـ disallowed هو default security policy بتاعتي طيب نختبر الكلام ده هوت ازاي والله لو روحت كده عند الـ windows media player او الـ internet explorer او اي software يعني وجدت شغاله هيوم قايل لك ان الـ program ده اتعمله plugged نتيجة وجود يعني policy بتمنع الكلام ده هوت وابدأ اعمل contact للـ system administrator بتاعك طيب ايه بقى طبعا دي بيقولك يعني فيه هلب هيجبها لك لو انت قلت له yes المستوى الثالث وهو الـ basic user الـ basic user ده لو انت اخترته فده بيقولك لو انت اخترت ان الـ basic user هو يكون الـ default security level بتاعك فده معناه ان الـ users هيشغلوا الـ software بتاعتهم وكل حاجة ولكن بشرط ان هم مش هشغلوها كـ administrators يعني مش هيقدر يشغل الـ software كـ administrator لكن كـ user عادي هيقدر ان هو طبعا يشغلوا طيب انا هخلي الـ unrestricted هي الـ default زي ما كانت علشان تبقى كل البرامج accessible لنا وكده بقى لو انت روحت فتحت اي حاجة زي الـ windows media player مثلا فتلاقيه اشتغل عادي ما فيش اي مشكلة لو الموضوع ده هوت يعني اتأخر معاكو شوية طبعا بتعارفين هتعمله refresh للـ group policy ازاي ممكن تفتحه وقلدس وتكتبه فيه جي بي أبديت او جي بي أبديت سلاش فورس لو انتو عايزين يعني تعملوا عملية تسريع للـ refreshing بتاعت الـ group policy طيب ده كان اول حاجة اللي هي security levels واحنا خليناها unrestricted طيب تعالوا كده نشوف فقى additional rules الـ additional rules دي ده المكان اللي احنا بنبدأ نحط فيه الـ rules اللي انت هتقوم قايل فيها ان انت بتسمح او لا تسمح بتشغيل software او نوع معين من انواع الملفات ما ننساش ان احنا لما فتحنا software restriction policy كان فيه security levels وكلمنا عنها وكان فيه additional rules اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي طب ايه دول احنا ما عملنا لهو احنا ما عملناش الكلام ده هوت الحقيقة ان دول اتنين default rules من النوع pass وكمان شوية هنعرف يعني اين نوع pass ولكن دول اتنين default rules بيتم انشاءهم automatic اول ما انت ما بتبدأ تقوم قايل والله انا عايز استخدم الـ software restriction policy طب دول بيعملوا ايه الحقيقة ان دول وظيفتهم ان هم يشغلوا البرامج الخاصة بتاعة الـ system يعني هنا مثلا بيقول لي ان انا بيشغل الحاجات اللي موجودة جوه الـ software microsoft windows nt current version system rule وهنا بيقول لي انا هشغل الحاجات اللي موجودة جوه الـ windows current version program file directory وهكذا يعني دول اتنين rules بيسمحهم بوجود او بتشغيل البرامج الاساسية اللي موجودة عندك في الـ windows الـ rules اللي احنا هنبدأ نحطها هيتم وضعها في هذا المكان طبعا طيب ايه الـ enforcement دي انا رجعتها بس كده عشان اجيب الـ window دي تاني الـ enforcement دي لو فدحنا الـ enforcement هنبدأ نلاقي اشتراطات عامة يعني ايه؟ يعني بيقول لي هنا الـ rules اللي انت هتحطها في الـ additional rules والحاجات اللي هيتطبق عليها الـ security level والكلام ده كله مين هي؟ ده طبعا كلام عام يعني مش يخص الكمبيوتر محدد ولكن بيقولك هل الـ all software file except library such a DLL دي هنستسنيها؟ يعني لما اجي اطبق rule معينة هحطها في الـ additional rules مثلا او هعمل security level معين هل اللي يتأثر بالكلام ده الفايلز ولا ملفات اللي هي الـ DLL كمان فانت ممكن تقوم اقيل له كل الـ software يتأثر زي الـ executable file مثلا فيما عدا الملفات بتاعة الـ DLL لان دي ملفات ممكن تكون جدا مهمة للنظام او تقوم انت اقيل له والله لا ده all software files هتتأثر بـ rules اللي انا لسه ها ابدأ احطها طيب يبدأ ينفذ لك الـ software restriction policy على مين؟ على كل الـ users ولا على كل الـ user مع عدا الـ administrator؟ طبعا من الحكمة جدا انك تقوم اقيل له كل الـ user مع عدا الـ administrator ليه؟ علشان لما تيجي تعمل trouble shooting الحاجة معينة فانت تبدأ تلوجين كـ administrator فبالتالي الـ rules دي تبدأ ما تأثرش عليك او ما تأثرش فيك وتقدر تخليك تفتح كل اللي انت عايزه ما يبقاش فيه أي restriction اما لو انت طبعا بتطبقها عن طريق domain controller وعملت الكلام ده هوت علشان يطبق على الـ client اللي موجودين فيه فانت ممكن جدا تقوم اقيل له all user بس خلي بالك لما تيجي تعمل trouble shooting المشكلة حصلت لـ client فانت محتاج ان انت تقوم داخل من الـ domain تغير في الـ group policy اللي بتطبق على الجهاز ده هوت وتقوم اقيل له والله الجهاز ده هوت ما تطبقش عليه الـ policy بتاعة الـ restriction تمام فهو طبعا من الحكمة جدا انك تقوم اقيل له all user except local administrator طيب لما يبدأ يطبق الـ software restriction policy بيقولك امتى ابدأ اطبقها اعمل enforce للـ certificate rule ولا اجنور الـ certificate rule ايه هي الـ certificate؟ الـ certificate طبعا كل برنامج بيتعامل بيكون لـ certificate جاية من الجهة اللي صنعت البرنامج ده خلي بالك ان انت لما بتخلي الـ group policy تبدأ تتحقق من الـ certificate rule ده بيبقى مور secure بس ده طبعا في نفس الوقت بيكون overload على الـ system بتاعك لانه هيبدأ يتحقق من الـ policy و هيبدأ يتحقق من الـ certificate بتاعت البرنامج من الـ 2 فممكن انهم قالين له ignore certificate rule لو انت ما كانش عندك certification authority بتبدأ تأشيو certificate للبرامج او للـ users اللي موجودين عنك طيب لو جينا كده قمنا قيلين اوكي كده احنا اخترنا في الـ enforcement الـ policy دي لما تطبق هتطبق على مين والحالات بتاعت التطبيق بتاعتها هتكون ازاي الـ designated file types ده ما كان الحقيقة مهم جدا وده اللي انت بتبدأ تختار منه انت عايز الـ policy دي تطبق على ايه؟ على ايه؟ يعني على انواع ملفات ايه؟ يعني لما تيجي تقوم قيل مثلا ما تشغلش الحاجات اللي موجودة مثلا في الفولدر اللي اسمه star اللي موجود في drive دي مسلا طيب اي حاجة موجودة في drive دي ولا انواع محددة فانت هنا بتبدأ تدريج الانواع اللي انت عايز ما تشغلهاش طيب هل ممكن نضيف في احنا نوع تاني؟ اه الحقيقة ممكن تضيف نوع تاني ودي من الحاجات الجيدة جدا في ولي للأسف مش موجودة في الابلوكر يعني في الابلوكر الاسماء او الانواع بتاعت الملفات اللي انت بتقدر تعمل لها عملية ايقافة عن العمل هي محددة انت ما تقدرش تغير فيها حاجة لكن هنا انت تقدر تحط انواع جديدة من الملفات يعني على سبيل المثال الملفات بتاعت التكست ملفات النصية دي عارفينها طبعا لو انا قمت قيل له اعمل لها add واصبحت ملفات التكست موجودة اذا لما اجي اطبق الكلام ده هوت هلاقي ان الملفات بتاعت التكست في الرول اللي انا هبدأ لسه اذكرها تم اقاف عملها مش هي بس لا كل دول تمام طيب ايه التراستد بابلشر دي بقى التراستد بابلشر دي بتعني مين هيقدر يغير في التراستد بابلشر فاكريين احنا لما كنا منتكلم في الجروب بوليسي زمان لما كنا منتكلم في الدومين والكلام ده كله قلنا اني في حاجة اسمها التراستد سيرتيفكتس التراستد سيرتيفكتس روتسي دي المكان اللي كنا بنحط فيه الروتس اللي طلع منها سيرتيفكت تبقى تراستد عند اليوزر ففي بعض البرامج الحقيقة بتغير فيه بعض في التراستد بابلشر مينجمينت فاحنا لو قمنا قينين لو اعمل دوفاين للبوليسي دي فبيقولك ألاو للأدمنستريتور واليوزر ان هما يعملوا المانجم يعني يديروا او يغيروا في التراستد بابلشر ولا تألاو الأدمنستريتور بس هو اللي يبدأ يغير في الكلام ده هوات طيب ولو انت أعمل تألاو لده او لده تحب تعمل عملية فيرفايل البابلشر سيرتيفكت ان هي ما هياش ريفوكت فاكرين لما اتكلمنا ان السيرتيفكت ممكن تكون ريفوكت يعني اه السوفتوير معه سيرتيفكت كل حاجة بس للأسف السيرتيفكت السوريتي اللي هو واخد منه السيرتيفكت دي محطوط في الريفوكت لست او في الليست اللي مرفوضة فهل تحب ان البوليسي دي تبدأ تعمل عملية فيرفايل او تتأكد ان هي مش موجودة في الريفوكت تمام وكمان تحب ان انت تتأكد من الطايم ستامب بتاع السيرتيفكت يعني تشوف الطايم اللي على السيرتيفكت هل هو اكسباير ولا لا طبعا ده كله كلام جميل جدا لسيكيوريتي بس ما ننساش ان هو بيعمل اوفرلود كبير قوي 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 على السيرفر بتاعك الا اذا كانت اللي انت عاملها تستحمل حاجة زي كده فما فيش اي مشكلة ان انت طبعا تستخدم طيب تعالوا بقى نجرب حاجة احنا قلنا ان الرول اللي احنا هنحطها هتتحط في المكان اللي اسمه اديشنا رولز فهندخل كده جوال اديشنا رولز وهنقوم عاملين رايت كليك وهنلاقي في حاجة اسمها نيو سيرتيفكت رول ونيو هاش رول ونتوركزين رول ونيو باس رول دول الاربع انواع اللي احنا بنستخدمهم لعمل البوليسز اللي بتسمح او اللي بتحذر اللي اتنين يعني عملية تشغيل برنامج معايد اول حاجة حاجة اسمها الهاش رول الحقيقة ان الهاش رول بتبدأ توفر رايت كل الرولز دي يعني احنا عندنا اهو في اربع انواع تمام هنقوم قيلين كده من الاول ان الهاش رول بتوفر رايت الجميع ومين بيليها بيليها السيرتيفكت رول ومين بيليها بيليها الباس و بعدين بيليها النيتورك زون يعني لو انت جيت ومتحاطة رول من نوع سيرتيفكت وهنتكلم يعني ايه الرول دي ولكن بتقول دلوقتي لو انت حطيت رول من نوع السيرتيفكت بتقوم أعلى ان انت مثلا ما تشغلش الحاجات اللي في الدرايف بتاع الدي او ما تشغلش برنامج معايد دي سرتفكة رول او رول من النوع سرتفكة تحططها علشان تعمل عملية ريستريكت او حظر لتشغيل برنامج معين موجود في درايفل دي وجيت قمت حاطة هاش رول بتقوم ايلى لا البرنامج ده يشتغل اللي هو يعني موجود في درايفل دي ده وشاورت عليه ومتقايل انا هحط رول من النوع هاش تقوم ايلى ان البرنامج ده هوت يشتغل مين اللي كلامه هيمشي الهاش رول الهاش رول البيوريتي بتاعتها واحد يا جماعة وصاحب البيوريتي الاقل هو اللي بيعمل عملية اوفر رايتنج على البيوريتي الاعلى فالهاش رول هي رقم واحد يليها السرتفكت يليها البوس يليها النيتورك زون رول ايه بقى الانواع ده هيت تعالوا بقى نشوف ايه الانواع دي اول حاجة موجودة عندنا صاحبة اعلى بريوريتي اللي هي النيو هاش رول الهاش رول هي الحقيقة من خلالها بتبدأ تاخد الفايل بتاع البرنامج ده هوت وبيبدأ الويندوز يعمله هاش فايل كل اي اكس اي بيبدأ يتعمله هاش فايل ولو فيه اكتر من اصدار بيبقى لازم تعمل عملية هاش لكل اصدار من الفايلز دي من مازال برنامج ده انه او من يعني من الحاجات الكويسة اللي فيه انك لو عملت او اليوزر مش انت بقى جه عمل عملية رينيم للملف اللي انت عمله برضو هيفضل ليه لان الحقيقة ان احنا بنتعامل مع الهاش او ملف الهاش اللي تم تصنيعه للاكسيكيوتابل فايل اللي انت عملتله حظر ده هوت لكن طبعا من عيوبها ان لو اتغير بت واحد فقط في الملف ده فبالتالي الهاش بتاعه هيتغير تمام؟ الهاش دي يا جماعة ببساطة كده ان الويندوز بيبدأ ياخد الاكسيكيوتابل فايل وبيبدأ يقوم حطط له مجموعة ااتريبيوتس كده هوت الاتريبيوتس دي لما بتيجي انت تشغل السوفتوير بيقارن الاتريبيوتس بتاع السوفتوير دي بالاتريبيوتس اللي هو عملها قبل كده فبالتالي لو حضرتك اجيت باي برنامج غيرت بت واحد فقط في الفايل اللي معموله ريستريكشن ده هوت او اللي معموله قلاه فبالتالي مش هتطبق عليه الهاش لان لما الويندوز يبدأ يعمل عملية مطابقة للملف او الاتريبيوتس بتاعت الملف والاتريبيوتس اللي هو مخزنها عنده لهذا الملف هلاقيها غير متطبقة فهيوم اين خلاص يبقى الرول دي مش محطوطة للفايل ده ده اكيد محطوطة لحاجة تانية الحاجة التانية او الرقم اتنين يعني السرتيفكت رول ده النوع رقم اتنين السرتيفكت رول طبعا بتعتمد على السرتيفكت بتاعت البرامج او السرتيفكت بتاعت الفندور اللي عامل البرنامج ده هي حاجة كويسة جدا لانك لو غيرت بيت في البرنامج غيرت الاسم بتاعه مش مشكلة هو ليه دعو بالسرتيفكت بتاعت البرنامج طول ما هو قاري ان البرنامج اللي انت بتشغاله من واخد سرتيفكت معينة من فندور معين فهيبدأ يرفض تشغيل هذا البرنامج بس الحقيقة فيها عيب جامد جدا انك ما تقدرش تمنع برنامج والتاني لا يعني على سبيل المثال مش هقدر امنع المايكروسوفت اوفيس وورد وشغل الاكسل عن طريق الرولز اللي من النوع اللي اسمه سيرتيفكت ليه اصل الاتنين من مايكروسوفت فبالتالي مش هتعرف تشغل الورد وتوقف في الاكسل ليه اصل الاتنين طالما من مايكروسوفت انت كده بتقوم قاين له وقف لي اي حد واخد سيرتيفكت من مايكروسوفت فكل برامج الفندور ده مش هتقدر ان انت تشغلها طبعا على الجهاز بتاعك طيب الرول اللي بعد كده حاجة اسمها الباسرول الباسرول دي بتعتمد على منع برنامج او ملف بغض النظر بقى معين في مكان معين من التشغيل وده ابعا التحديد الاكتر بيعمل عملية اوفرايتيك يعني لو منعت تشغيل كل البرامج اللي في الرود بتاع المايدوكمنت على سبيل المثال وسمحت بتشغيل ملف معين جوه المايدوكمنت فالملف هيتفتح عادي بس من عيوبه ان الملف لو اتنقل مكان تاني هتقدر من انت تفتح يعني لو انا جيت كده على المايدوكمنت قم اتقايل كل الملفات اللي في المايدوكمنت ما تتفتحش وجيت قم اتقايل ملف معين جوه المايدوكمنت يتفتح فالعملية دي او التحديد الزيادة يعني الليفل الاقل بيروق بي اوفرايتي الليفل الاعلى تمام فالملف هيتفتح العيوب باقي ان لو اليوزر عارف ان انت حاطة البوليسي دي اللي هي من النوع باس ببساطة جدا ممكن يقوم واخد كوبي من الملف اللي هو عايز يفتحه اللي جوه المايدوكمنت اللي انت عمل عليها ريستريكشن ويوديه في اي حتة تاني فيقوم تفتح على طول دي من عيوب طبعا الطريقة بتاعة الباص لكن طبعا من المزايا انك تقدر مثلا تشغل حاجة زي الورد وتوقف حاجة زي الاسل وهكذا مش زي المشاكل يعني اللي موجودة في السرتفكتز طيب رابع نوع بقى هو النيو نتورك زون رول ودي بتتعامل على الملفات بتاعة المايكروسوفت انستاليشن فايل او الامي اس اي فايل بس اللي بيتم تنزيلها عام طريق الانترنت اكسبلورر فمثلا ممكن تمنع عملية الدونلود لاي ملف امي اس اي اليوزر بيحاول يعملوا عملية تنزيل من الانترنت باستخدام الانترنت اكسبلورر بس فيها مشكلة كبيرة جدا ان لو اليوزر استخدم براوزر اخر زي الفاير فوكس مثلا فمش هتقدر ان انت توقفوا عن حاجة زي كده طيب تعالوا كده نجرب حاجة وسيط قوي لو انا جيت كده قمت اقيله ان انا هحنا نتفرج بس عليهم عاملين ازاي لما بتفتحها بتقوم ايليه لك هو انت مبدأيا عايز تعمل عملية دي سلاود ولا يعني عايز تمنع اليوزر من تشغيل حاجة اللي انت هتقولها لي ولا تسمح لليوزر بانه يشغل حاجة برضو اللي انت هتقولها لي وطبعا بيطلب منك ايه هيطلب منك السرتيفكت اللي انت بناء عليها لما هتختارها طبعا السرتيفكت دي الاكستينشز بتاعتها يعني هيبدأ يطلب منك السرتيفكت بتاعت البرنامج اللي انت عايز تشغله هتبدأ تختار السرتيفكت دي فتقدر ان انت تشغل هذا البرنامج او تعمله عملية ايقاف لو جينا بنشوف الهاشرول هيقوم ايلك بردو انت عايز الحاجة اللي انت هتقولها لي تبقى ديسلاود ولا بيسك يوزر ولا اان ريستريكت د طبعا احنا قلنا شرحه كل واحدة ولكن نقوم ايقين تاني ديسلاود يعني طبعا هتمنع تشغيل الحاجة اللي انا هعمل لها الهاش او بيسك يوزر يعني تخلي اليوزر يشغل الحاجة اللي انا هعمل لها الهاش كانه يوزر عادي مشBER او انت تعمل عملية انرستريكت دaro تسمح لليوزر بانه يشغل الحاجة اللي انا هعمل لها الهاش. طب ازاي هعمل الحاجة الهاش? هتفتح كده وهتقوم جايب الملف بتاعه وتقوم ايله اه هو ده الملف اللي انا عايزك تعمل له الهاش. بس. اه النتورك زون رول هيبدأ يقوم ايلك ايه هو التراستد سايت? ولا يعني اليوزر اه مبدئين برضو نفس الكلام يبقى يتعمل له عملية اه البرنامج تعمل له عملية بيرمات يعني توافق ان هو يشتغل ولا يشتغل البرنامج بس كبيزيك يوزر. انهي برنامج بقى ان اليوزر بقى بينزله من الانترنت ولا لجوه الوكال كمبيوتر ولا في الانترنت طبعا هو بيعرف الانترنت دي من الاي بي. ولا من ريستريكتد سايتس والريستريكتد سايتس دي انت بتبدأ تعمل لها عملية من الانترنت نفسه. ولا من طبعا الريستريكتد والتراستد دي سايتس انت اللي بتبدأ تعمل لها عملية من داخل الانترنت نفسه. ما تنسوش ان الرول دي لا تطبق الا في حالة استخدام الانترنت اكس بلورر. الرول اللي بعد كده اللي هي الباص رول ودي اسهل رول ممكن نلاقيها ان انت بتبدأ تحدد باص معين وتقوم اقول له الباص ده الحاجات اللي فيه يا تشتغل يا ما تشتغلش. ايه بقى الحاجات دي? الحاجات اللي احنا كنا قلنا عليها موجودة فين? هنا. في يعني لو انا حددت له مكان معين فمعنى كده ان انا بقول له كل الانواع دي اذا وجدت في هذا المكان المعين ما تشغلهاش. طب تعمل نعمل تجربة بسيطة كده. لو فتحنا كده الماي كومبيوتر. وبعدين قمنا رايحين على السي مسلا. وقمنا عاملين جواها فولدر صغير. سميناه. سميناه مسلا اه عشرة. وجينا جواه الفولدر اللي اسمه العشرة ده. وقمنا عاملين ملف كده. اه ده ملف تيكست طبعا. سميته اي حاجة. وفتحناه وكتبنا فيه اي شي كده صغير. وعملنا له عملية سيف. وبعدين قمنا عاملين ملف تاني اسمه تسعة وتسعين. وكتبنا برضو فيه اي حاجة وعملنا عملية سيف. تعالوا نجرب الباس رول هتعمل ايه? انا هاجي هنا في المكان اللي بنحط فيه بتاعتنا. وهو ما اقل له ان انا هعمل نيو باس رول. وهو ما اقل له فين المكان اللي انا عايز امنع تشغيل او اسمح بتشغيل الحاجة فيه. هقول له جواه بتاعه في الفولدر اللي اسمه عشرة. ممكن تحدد الفولدر. وممكن تقوم تحدد الفايل نفسه. لكن انا الحقيقة هيحدد الفولدر نفسه. اللي هو الفولدر رقم عشرة ده. وهقوم اقل ان يكون يعني تمنع تشغيل اي حاجة موجودة في الفولدر بتاع عشرة. اي حاجة من ايه? اي حاجة من انواع الملفات اللي زكرت هنا او اللي انا برضو حططها هنا طي نجرب بقى الكلام ده قادي الفولدر الاسمه العشرة هندوس كده على الفايل ده هنلاقي ان هو مش راضي شغاله طيب ده برضو مش هيرضي شغاله ليه يا عم انتش عارش تسغله اصل انت قلتلي ان انت مشغلش اي حاجة من اللي موجودين جوه العشرة في الانواع اللي عندي هو الانواع اللي عندي التكست كان واحد منها فبالتالي منع تشغيل هزيه الانواع طيب نرجع للبوليسي تاني وتعالوا نعدل الرول اللي احنا حطناها في الادشن الرولز دي هندوس عليها double click كده ونعمل براوز ونقول له او احنا مش هنعدلها احنا هنعمل رول تانية هنعمل باس رول تانية برضو على الفولدر اللي اسمه العشرة ده ولكن الملف اللي اسمه تسعة وتسعين ده عايزينه يبقى كنا احنا قلنا كده من شوية ان انت لما بتعمل عملية تحديد اكثر فالليفل اللي تحت بتوفر رايت اللي الفوق يعني انت في الليفل اللي فوق اللي هو فولدر العشرة كله جيت قومت اقايل محدش هيعمل حاجة في الملفات اللي جوه الفولدر لاسمه عشرة بس جيت على ملف معين ده كده انا اسمي عملت تاني يعني عملت عملية تحديد اكثر قلت له لأ معلش الملف ده بالرغم ان هو موجود في روت وبيقول ان انت ما يتعملش لكن الملف ده انا عايزه يتفتح فلو انا جيت هنا وجيت افتح التمانية وتمانين هتلاقي التمانية وتمانين ما بيتفتحش لكن التسعة وتسعين تلاقيه بيتفتح لان انت عملت له كده من البوليس اللي انت اخترعتها دي وطبعا ما ننساش ان انت السيكوريتي ليفل اللي انت ما اختاره ده هو عبارة عن السيكوريتي ليفل الديفولد اللي هيتم تطبيقه اذا ما لقاش حاجة عكسه في الادشنال رولز يعني انت هنا بتختار الاعداد الافتراضي هيكون ايه للجهاز ككل وبعد كده في الادشنال رولز بتبدأ تحدد فققامك طبعا اختيارين يقى اما تقفل كل حاجة وتبدأ انت تفتح اللي انت عايزه من الادشنال رولز او انه انت تفتح كل حاجة من الديفول트 عن طريق ان انه تو من خلال الادشنال رولز. لو حبيت ان انت توقف الكلام ده كله بتعمل بس و بتعمل عملية ديليت لسوفتzentbeitet Military. بيقى انت كده عملت عملية ايقاف لهذه البوليسي. لو حبينا نطبق الكلام دهوت عن طريق الجروب بوليسي ممكن جدا نروح للمكان السيرفر بتاعتنا كده. وبعدين هنقوم فاتحين بقى قائمة الستارت ونبدأ نجيب الجروب بوليسي منجمينس. آآ طبعا يفضل جدا يا جماعة ان انتم تبدأوا تعملوا علشان تطبقوا حاجة زي دي على الدومين تبدأوا تعملوا بوليسي جديدة يعني ما تستخدموش الديفولت آآ دومين بوليسي يعني تعملوا بوليسي جديدة وبعدين تعملوا لها لينك على الكنتينر بتاع الاجهزة مش لازم يتعمل لها لينك على الدومين كله علشان يعني ما تطبقش البوليسي دي على الدومين كله يعني الشرط تطبق على الدومين كله. تمام طيب احنا لو جبنا الديفولت دومين بوليسي وعملنا لها عملية كده. وده طبعا غلط احنا زي ما اتفقنا مفروض انت تقوم عامل بوليسي جديدة خالص والبوليسي الجديدة الخالص دي تقوم اقال له ما تشغلش الحاجات اللي في اليوزر بتاعتها. الناس اللي مش فاكرة الكلام ده تراجع ولا على ايه? تعالوا اورها لكم بدل ما تقعدوا تراجعوا وتدعبوا نفسكم. تروحوا كده عند طبعا ده المكان اللي بنخزن فيه بتاعتنا. هنقوم اين له احنا احنا هنعمل ممكن تبدأوا تسميها مثلا. وبيقول لك اخليها زي مين? فاحنا مش يعملين معين معين يعني فهنقوم ايه نهاية جروب بوليسي جديدة خالص. فالبروجرام رستركشن دي ممكن تقومه جايبين ااااااااااااا حفنا لها ايديتينج كده. تبدأوا تقوموا رايحين عند البوليسي. ونفس المصار. الويندوز سيتنج. وبعدين تقوموا رايحين عند السوفتوير رستريكشن. هو. وتقوم ايه نفس الحاجات. نفس الحاجات. الحاجات اللي ظهرت. تمام? كده احنا عملنا اللي احنا عايزينه. ممكن بقى تدخلوا انتوا تحطوا روليز زي ما انتوا عايزينها في اي وقت يعني. بعد كده بتقوموا عاملين كنتينر جديد. لازم طبعا تكونوا انشقتوا هزا الكنتينر في وتكونوا حطين فيه المكان اللي انتوا عايزين يطبق عليه ببوليس دي. وطبعا هتقوموا لو اختارنا مسلا ان هي دي كأنها هي دي اللي فيها المكان اللي احنا عايزين من لينك عليه الجروب بوليس دي. وهنقوم عليه لينك اكزيستنج جي بي او هيقول لي ان هي واحدة هقول له ونقوم ايلين اوكي. تمام? بس عملية سهلة اين. ممكن كمان طبعا علشان تقللوا البروسي بتاع الجروب بوليسي. تعرفين طبعا الجروب بوليسي فيها حاجات خاصة بالكمبيوتر وحاجات خاصة باليوزر كونفيجريشن دي كنا قلناها قبل كده بس ممكن تطبقوها من هنا برضو. ممكن تقوموا جايبين الجروب بوليسي اللي انتو عملتوها دي. وتقوموا ايلين ان الجي بي او ستيتوس مش هتبقى كلها. لا. ده انت تخلي معنا كده ان انت بتقول له شغل الكمبيوتر بس. يعني لما تجي تقراها او لما الاجهزة تجي تجيبها من على الدومين. فهي مش مش هتجيب اليوزر كونفيجريشن من البوليسي دي. لا هتبقى الكمبيوتر بس. فانا لو اخترت يوزر كونفيجريشن معنا كده ان انت بيتشغل الكمبيوتر كونفيجريشن. وهو ده الجزء الوحيد اللي احنا غيرناه. ودي لازم تبقى الرول بتاعتكم لما تيجوا تحطوا اي جروب بوليسي. علشان تقللهم شوية من اللي بيتعامل علشان المكان يبدأ يقرا الجروب بوليسي. الجزء اللي احنا عايزينه يقراه منها بس مايقعدش يقرالي الجروب بوليسي كلها يعني. تمام? طيب انا بس همسح عشان الدومين بتاعنا اا مايبص يعني. تمام? وطبعا هي موجودة لسه عندنا في الستور ده الجروب بوليسي ستور زي ما احنا فاكرين مع بعضين. طيب نرجع تاني عند الويندو سيفن ونبدأ نتكلم عن الابليكيشن لوكر او الاب لوكر اللي هو الطريقة التانية اللي بتستخدم علشان تعمل بها ريستريكشن مع العلم ان هي لا يتم تطبيقها الا على ويندو سيفن او الانتر برايز وممكن تطبقها عن طريق الجروب بوليسي او ممكن تطبقها لوكالي على الجهاز زي ما عملنا كده السوفتوير ريستريكشن بوليسي. دي بتيجي منين? في عندنا حاجة اسمها الابليكيشن كنترول بوليسي. لو فتحناها انا لسه طبعا فاتح اللوكال جروب بوليسي. وبعدين بنعمل اكسبان دي كده. هنلاقي حاجة اسمها الابلوكر. الابلوكر زي ما احنا شافينه كده. في حاجة اسمها الاكسيكيتر برهول. حاجة اسمها الويندوز انستولر رول. حاجة اسمها الاسكريبت رول. تمام? طيب لو جبنا الابلوكر نفسه. بنبدأ نلاقي ليه انترفيس كده. حاجة طبعا اسمها اعمل عملية كونفيجريشن للرول انفورسمنت. الرول انفورسمنت هو الحاجة اللي احنا عملنا لها كونفيجريشن من شوية في الابليكيشن او في السوفتوير ريستريكشن بوليسي اللي هي بتبدأ تحدد فيها لما تبدأ تطبق الرولز بتاعت الابلوكر. تطبق على مين? وما تطبقش على مين? الرول بصفة عامة سواء بقى الرفض او عدمه. طيب عندنا حينا تلات حاجات. ايه تلات حاجات دول? في مشكلة الحقيقة كبيرة جدا في الابلوكر. وهي ان انت كنت في السوفتوير ريستريكشن بوليسي بتقدر تختار ايه هي انواع الملفات اللي تبقى افكتد بالرولز او وبالبوليسي اللي انت هتحطها في السوفتوير ريستريكشن بوليسي. اما في الابلوكر؟ لا في الابلوكر الحقيقة انت مش انت اللي بتختار انواع الملفات. انت عندك تلات حاجات من انواع الملفات. عندك ال وعندك الويندوز انستولر وعندك السكريبت رولز. هي عبارة عن الرولز اللي انت هتحطها دي تطبق على او تعمل لها او تطبق بيها الرولز او اللي انت هتحطها في الابلوكر على الملفات بتاعة ال ايكس اي والام اس اي والكلام ده كله. طيب الويندوز انستولر لو انت حطيت رول تخص الويندوز انستولر. هنا احنا ما حطناش اي حاجة لسه. احنا هنا بنقول له لو انا حطيت رول اللي نوعها او رول من اللي نوعها ويندوز انستولر او رول من اللي يعني مسلا تبدأ تعمل عملية يعني ايه? يعني ايه? يعني لو انت امتقال الملف هيشتغل هيشتغل. قلت ما يشتغلش يبقى مش هيشتغل. اما لو انا امتقال ايه اللي هيحصل? اللي هيحصل انه هيطبق الرول كاودتينج. يعني ايه? دي حاجة الحقيقة احنا بنعملها قبل ما نبدأ نطبق اي رول باستخدام الابلوكر. انا دلوقتي ما عرفش الموظفين بتوعي او ما عرفش الرول اللي انا هحطها دي هتأثر على ايه? ومش هتأثر على ايه? فبقوم حاطة الرول ان انا مسلا مش عايزة اشغل الحاجات اللي موجودة في مكان معين. او مش عايزة اشغل الحاجات اللي جاية بسرتفكت معينة. بس ما خلهاش تتطبق اقوله خليها اوديتينج. يعني يبدأ هو يشوف اثناء مثلا الاسبوع او اليومين ثلاثة اللي انا عاملهم كاختبار. مين حاول يشغل ايه? والايه اللي هو حاول يشغله ده هو اطريري يشتغل طبعا الرول اللي انا حاطتها ولا مرضيش يشتغل. طب اليوزر بالنسبة له الحاجة هتشتغل اليوزر مش هيحس اساسا ان انت حاطت اي حاجة. كل حاجة هتشتغل معه طبيعي. ولكن هيبقى عندك كده مكتوب في اليوزر عمل كزا ولو اه ولو الرول دي اطبقت مش هيشتغل الكزا اللي هو اه شغله ده هو. الرول بتقول ان اه مسلا الكالكوليتور يشتغل ولما جيلي يوزر يشغله لان هو مش بيشتغل لان فيه تعارض بينه بين رول اخرى. يعني بتتعمل بس علشان نبدأ نشوف احنا هنبدأ نطبق اللي احنا بنقولها دي ولا لأ. طب هو انا لما بعمل حاجة زي كده ده بيبقى مكانه فين? يعني فين هقرى لو انا خليت دي فاليوزر زي ما اتفقنا مش هيحس بحاجة والدنيا تبقى شغالة معها زي الفل ما فيش مشاكل. لكن اشوف منين بقى ان البرنامج ده مفروض انه هيشتغل او مفروض انه مش هيشتغل. والله لو احنا فتحنا كده قائمة الستارت وقمنا كدبين ايفينت فيور. تمام? جوه الايفينت فيور الحقيقة فيه مكان معمول للاب لوكر وهو ده اللي بابدأ اقرأ منه اللوج بتاع الاب لوكر. عندي حنا حاجة اسمها application and servers log. وبعدين هنقوم داخلين جوه مايكروسوفت. هنلاقي فيه حاجة اسمها ويندوز. جوه الويندوز دي هتلاقوا فيه حاجة اسمها الاب لوكر. جوه الاب لوكر طبعا بيعمل نوعين من اللوج. لو فتحنا اللوجات بتاعت الاي اكسي اي مسلا. فلو كان فيه لوجات معمولة بس طبعا احنا لسه ما شغلناش الاب لوكر فمفيش لوجات. لو شغلنا الامس اي او اللوجات بتاعت الامس اي فهنلاقي اللوجات بتاعت الامس اي. فده المكان اللي انتو بتشوفوا منه اللوجات لو انتو خليتوا اه الرول دي تبقى عبارة عن اوديتنج ما تبقاش اه انفورسد رول. اما طبعا لو انفورسد يبقى هتتطبق خلاص على اه اليوزر. طيب نقفل دي كده. وانا قوم راحين عند الاكسيكياتابل رولز. الاكسيكياتابل رولز الحقيقة اللي موجودة هنا. اه المفروض ان انت لما بتفتح دول دول ما بيقوش موجودين خالص. يعني احنا لو مسحنا دول كده. انا كده مسحت الرولز انت لما بتفتح الابلوكر بيبقى لسه فاضي خالص. بس عشان ما كان يكون انا اشتغلنا على الابلوكر قبل كده. فكان فيه شوية اه رولز محضوطة. لو انا عملت رايت كيليك على الاكسيكياتابل رولز في عندي حاجة من ثلاثة هبدأ اعمالها. يا اما هعمل كرياتني اللي اني لرول جديدة او هقوم اقيل له اعمل اوتوماتيك جينيريت لرولز اعمل اه رولز اوتوماتيك ولا ابدأ اعمل الديفولت رولز. قبل اي حاجة لازم تكونوا عارفين انك بمجرد ما بتشغل الابلوكر فالديفولت بتاعه ان هو بيقفل كل البرامج على عكس الديفولت بتاعت البوليسي دي. حاجة تانية مهمة جدا. الابلوكر اللي بيشغله سيرفس اسمها الايدنتي او الابلكيشن ايدنتي. فلو احنا فتحنا قائمة الستارت وروحنا عند السيرفس كده. هتلاقوا جوه السيرفس دي فيه سيرفس اسمها ايه ابلكيشن ايدنتي. السيرفس دي انت اللي بتشغلها بنفسك. لو انت هتشغل الابلوكر لازم تخليها اوتوماتيك. يعني تشتغل مع بداية تشغيل الجهاز وتعمل لها عملية الستارت كده. وابلاي واوكي. يبقى كده الابلكيشن او السيرفس دي اشتغلت. السيرفس دي ما تنسوش. هي دي اللي بتشغل او المسؤولة عن تشغيل الابلوكر. لو متوقفة الابلوكر مش هيشتغل. بعد كده هنبدأ نقوم راحنا عند الابلوكر كريا. ونقوم راحنا عند الكونفجريشن بتاعة الرول انفورسمنت. يعني الرولز اللي انت هتحطها في الاكسيكياتو بولز والرول اللي انت هتحطها في المكان اللي اسمه الويندوز انستولر والرولز اللي هتتوضع في المكان بتاع السكريبت. تنفز ولا يتعمل لها اوديتينج. فهنيجي نقوم اي ليلة والله كلها تبقى انفورسد وتنفز. تمام. نيجي بقى في الاكسيكياتو بول. احنا قلنا ان انت عندك ده لو انت هتبدأ تحط انت رول جديدة من عندك. والحقيقة ان انت لما بتيجي تحط رول جديدة فالبرنامج ده اسهل شوية من التانيين. احتاج بس نعدل عشان الشاشة مش ظهرة كلها يعني. معلش هو كده ممكن يكون كبير شوية. بس مفيش مشكلة. نفتح بقى. البوليسي. في عندي كرية نيرول والحقيقة دي بتظهر بويزرد. الويزر ده. هو فيه زرار نيكست تحت. بس مش عارف بقى انتو هتبقوا شايفين ولا لا. اخوه تقريبا كده ظاهر. لو احنا قمنا دايسين نيكست هيبدأ يقول اللي مبدئيا الرول اللي انت عايز تحطها دي. عايز تسمح فيها ولا عايز ما تسمحش فيها بتشغيل اللي انت هتبدأ تقوله. ومبدئيا انت عايز تطبقها على مين على افريون ولا هتبدأ تسليكت يوزرز محددين. فنقوله مثلا على ال افريون. ولذلك دي من المزايا بتاعت الابلوكر ان هي مش بتعتمد على الجهاز هي بتعتمد على اليوزر. فبالتالي تقدر تشغلها على يوزر معين. فتبدأ تقوم اقوله مسلا ان انا هعمل عملية ديناي. ديناي لايه? الحقيقة في عندنا تلات انواع فقط من اللي احنا نبدأ نحطها مش اربعة زي اللي كانوا موجودين في في عندي حاجة اسمها البابلشر والباس والفايل هاش. طبعا احنا شفنا البابلشر والباس والفايل هاش بيكونوا عامين ازاي. فتعالوا كده نختار حاجة زي الباس. هيقول لي الباس اللي انت عايز تمنعه فين هو ممكن نعمل عملية براوزن كده. ونبدأ نختار مسلا احد زي البروغرام فايل مسلا. كده انا مناعت الحاجات اللي موجودة في الباس بتاع البروغرام فايل. اختار بقى معين بسوفت جيمز مثلا. بسوليتير. كده احنا اختارنا بسوليتير. و بيقول لي تحب تعمل اكسبشن لبابلشر معين او لباس معين او لفايل هاش معين لنفس المساري اللي انا اخترته. فبقول له لا والله مش هعمل اكسبشن. بعد كده بتبدأ تقوم معين له. خلي بالك. الرسالة دي يا جماعة بتقول لنا حاجة مهمة قوي. بيقول لي الديفولت رولز. انتو فاكرين الحاجتين اللي كانوا موجودين. اللي كان اسمهم اتش كايلو كالماشين. واحنا بنعمل السوفت و الريستريكشن بوليسي. كان في حاجتين كده تم انشاءهم اوتوماتيك. احنا ما قلنا لهمش يتم انشاءهم يعني. الحاجتين دول طبعا كانوا ديفولت. كانوا ديفولت رولز. وقلنا ان هما بيتحطوا ديفولت رولز اوتوماتيك علشان ما يقصروش على ملفات السيستم الباقية وتبدأ تشتغل. هنا هو بيقول لك انت ما انشأتش الديفولت رول. وبالتالي ممكن برامج كتير ما تشتغلش. ما تنسوش ان احنا قلنا ان الديفولت بتاع الابلوكر هو الريستريكشن مش الالاو. فانا لو قمت اقيل له اكرييت ديفولت رول ناو ولا لأ? ولو قمت اقيل له ييس هيبدأ هو ينشئ الديفولت رول. بصوا كده هو عمل ايه? عمل تلات حاجات كده. يطبقه على تلاحظوا ان هما ايه? التلات حاجات بيعملوا اللاو. اللاو لايه? ان انا اشغل الحاجات اللي موجودة في الفولدر بتاع الويندوز. واشغل الحاجات اللي موجودة في البروغرام فايل. يعني كل الفايلز بتاعة اليوزر كلها تكون ايه? شغالة. دول الديفولت رول. طب لو انا ما كنتش عملتهم من هنا. والله ممكن تعمل كده كليك مين? وتقوم اقيل له كرييت ديفولت رولز. يبقى انت كده انشأت رولز الاساسية اللي هي بتسمح بتشغيل البرامج اللي موجودة داخل البروغرام فايل والويندوز. وبعد كده ابقى اقفل يا سيدي انت بقى براحتك اللي انت عايز تقفله يعني. طيب احنا لحد دلوقتي كنا اقفلنا حاجة واحدة اللي هي للسوليتير. تعالوا نشوفها هيتقفلت ولا لأ? لو فتحنا كده لستارت وقمنا كدبين سوليتير احيي. هتلاقوها ايه? مش رادية تشتغل. طب تعالوا نشغل اي حاجة تانية تشوفها رادية تشتغل ولا لأ? حاجة زي الكالكوليتور مسلا. هتلاقوها شغال عادي. فيش اي مشكلة. تمام? يبقى احنا كده شفنا بالابلوكر ازاي تبدأ تعمل عملية ايقاف لملف معين. سواء بقى بالباس او بالبابلشر او بالهاش احنا عارفنا ازاي نعمل موضوع دهوت. طيب. لو عملناك الكيمين هنلاقي حاجة اسمها اوتوماتيك جينيريت رولز. يعني ايه? اعمل اوتوماتيك للجينيريت رولز او ابدأ انشئ الروز دي اوتوماتيك. الحقيقة ان الاوتوماتيك دي يعني بيتجيب لك الملفات بتاعة البرامج اللي موجودة في البروجروم فايل او في المسار اللي انت هتختاره. ويوم اقيل لك ان الرول اللي انت هتطبقها دي اللي هي الاوتوماتيك هتطبق على افري ود. طب نمشي في الوزر كده. هنلاقي بيقول لك اعمل كريات للبابلشر رولز للفايلز اللي هي عندها ديجيتلي سايند. اصلافيه فايلز يا جماعة بيتبقى ديجيتالي سايند وفايلز تانية ما بتبقاش ديجيتالي سايند. يعني ما بيبقاش الفيندور ميديها سرتفكة معينة. فبيقول لك اعمل كريات للبابلشر رولز او اعمل اه رولز من النوع للملفات اللي هي ديجيتال سايند ولا اعمل هاش رول لكل الملفات. باصل الهاش مش محتاج هاش يعني بيحط بيجيب بتاعت الملف وبيقوم بخزنها عنده. فوالله لو انت اخترت دي. فبيقول لك اه الفايل هاش رولز يعني الملفات اللي هي اه مالهاش ديجيتال سايند هتبدأ يتعمل لها ايه? هيتعمل لها هاش ولا يتعمل لها باص. مع اصلا هي مالهاش سرتفكة فهي ما ينفعش عامل لها رول من النوع البابلشر. فهو كده كده هيكاريت رولز لكل الحاجات اللي موجودة في اللي هي ديجيتالي سايند. طب الحاجات اللي مش ديجيتالي سايند وموجودة جول بروغرام فايل يعمل لها هاش رول ولا يعمل لها باص رول. فانت بتبدأ تختار. ولا يعمل لكل الملفات اللي ديجيتالي سايند واللي مش ديجيتالي سايند يقوم عامل لهم كلهم هاش رول لكل ملفات. خلوا بالكو ان فيه تشيك بوكس مهم قوي اللي هو Reduce number of rules created by grouping similar files. علشان ما يبدأش يقوم عاملك ملفات كتير جدا لكل البرامج. بتبدأ انت تختار الReduce number of rules وتقوم قيل نكست. كده هو مش هيقوم عاملك رولز كتيرة هيعملك رولز قليلة جدا. هنبص كده هنلاقي ان التوتل ستة وعشرين رول بس ستة وعشرين دول بيسمحوا الكامل ملف ان هما يشتغلوا خمسة وسبعين ملف. لو قمنا قيلين كريت هيبدأ ينشئ لنا الحاجات طبعا هما كتير لان دول كل الحاجات اللي كانت موجودة جول بروغرام فايل زي الورد بايد مثلا زي لعبة السايد بار السبايدر اس دي الايزي بي سي دي دي كلها حاجات الفريسل الشاطرانج الحاجات اللي موجودة يعني جوه البروغرام فايل. طبعا تقدروا ان انتو فيما بعد تقوموا عاملين رول تعمل عملية اغلاق زي ما احنا ما عملنا كده اغلاق لالسوليتير. نفتكر تاني يا جماعة ان السيرفيس بتاعة الابليكيشن اي دي لو مش شغالة يبقى خلاص اللي انت بتعمله ده كله ملهوش اي داعي وملهوش اي لازمة لانه مش هيكون شغال طبعا. طيب ازاي نطبق الابليكار من على السيرفر تعالوا كده نروح عند السيرفر. نكتب الباسورد بتاعي اتنبس. كده شكلها صح. اوكي. هنمسك برضو هنقوم عمل اللينا جروب بوليس جديدة. تمام. والجروب بوليس الجديدة دي هنقوم رايحين كده نعمل لها عملية ادتنج. هنا طبعا في مشكلة لان الويندوز اللي انا احطه ده ويندوز سيرفر الفين وتمانية بس. والابلوكر الحقيقة جديد في الويندوز فهو مش موجود غير في بداياته من ويندوز سيرفر الفين وتمانية اه ارتو ولذلك مش هتلاقوه يعني اه موجود هنا مفيش غير السوفتوير بلسي. ولكن انا هعمل لكم حل زريف. احنا نعمل ريموت كده على سيرفر بجد. عليه ارتو. هو كويس ان في انترنت. لحظات كده ونعمل لكم الريموت حالا وتشوفوا مكان الابلوكر فين. ده الحقيقة يعني سيرفر بجد. وفيه تلات مكانات شغالين فيرجوال فالمكانة دي تقريبا عليها سيرفر الفين وتمانية ارتو. تمام. اه دي الجروب بوليسي بتاعت الارتو. وهنلاقي في الروت اللي احنا قلنا عليه اللي هو البوليسيز وبعدين الويندوز سيتنج. وبعدين سيكيريت سيتنج. هنلاقي حاجة اسمها ابليكيشن كنترول بوليسي جواها الابلوكر. فده منه تقدروا ان انتو تعملوا منيج للابلوكر. وتبدأوا ان انتو يعني تطبقوه على مستوى على مستوى الدومين. فالكلاينت طبعا اللي موجودين في الكنتينر اللي انت هتلينك عليه الجي بي او ده هيت. هيبدأ يطبق عليهم الابلوكر. وطبعا ما ننساش اهم حاجة. السيرفز بتاعت الابليكيشن ايدنتي اللي لازم ان انت هتشغلها طبعا لو انت هتطبق الكلام ده وتعان طريق الجي بي او. فلازم تشغل السيرفز برضو عن طريق الجي بي او. ويوقفضل تكون نفس الجي بي او اللي انت حاطت فيها الجزئية بتاعت الابلوكر. تقدروا تفتحهم الكمبيوتر كونفيجريشن بوليسي وبعدين الويندو سيتنج. وبعدين نلاقي حاجة اسمها السيستم سيرفز. السيستم سيرفز جواها الابليكيشن ايدنتي. دي طبعا هي بتبقى نوت ديفاين. فانت هتخليها ديفاين. وتبدأ تخليها اوتوماتيك. ويتقوم اي الاوكي بس ده طبعا مش عمل فيه اوكي عشان ده بتاع الشغل. وبتاع حاجات تانية كتير يعني. طيب اه بكده نبقى انتهينا من الجزء الخاص بالسوفتوير واتمنى ان هو يكون حاجة سهلة وبسيطة ما فيهاش مشاكل ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة